اشتركوا في القناة فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه ضعيف بنفسه قوي بإخوانه وما المرء إلا بإخوانه كما تقبض الكف بالمعصم ولا خير في الكف مقوعة ولا خير في الساعد الأجذم موسى صلوات الله وسلامه عليه وهو الملقب بالقوي الأمين في كتاب الله يوم كلفه الله بالرسالة احتاج إلى المعين والوزير فقال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ماذا قال الله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وفي القصص يقول الله سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومرتبعكم الغالبون فالصاحب ضرورة ولا بد لكن له صفات تحدد وتميز لعلنا نقف عندها باختصاف منها أن يكون مؤمنا فلا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا يكفي أن يكون مؤمنا فلا بد أن يكون عاقلا لأن الأحمق قد يثور عليك فيغضب فيجني عليك وعليه ويقعد بك عن الهدف المرسوم الذي رسمته لك وصدق ونصح من قال احذر الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما رقعته من جانب زعزعته الريح يوما فانقرأ أو كصدع في زجاج فاحشي هل ترى صدع زجاج يرتتق؟ كلا وأن يكون عدلا غير فاسق أقول ذلك لألا يجرك إلى فسقه ود صاحب الفسق والمعصية لو فسق الناس جميعا لألا يصبح نشازا بينهم وأن يكون غير مبتدع لألا يلقي عليك الشبه فيتشربها قلبه والقلوب ضعيفة والشبه خطافة كما يقول الولماء وأن يكون حسن الخلق غير حريص على الدنيا وصدق من قال شبيه الشيء منجذب إليه وخير الكلام كلام الله يوم قال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأوصار إن لم يكن رفقتك بهذه الأوصار فإني لأخشى أن لا تبلغ وجهتك في سفرك وأن تكون أجارك الله ممن يقول حين لا ينفع يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا قد تفسد المرعى على أخواتها شاتٌ تند عن القطيع وتمرُّه شاتٌ تند عن القطيع وتمرُّه شاتٌ تند عن القطيع وتمرُّه شاتٌ تند عن القطيع وتمرُه 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 اشتركوا في القناة